السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي كديرين لبس عليكم بخير هن ينكركم زيانين نتمنىكم بقاعدكم باخر والاخير في المرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو جديد الفيديو اليومجيس سوف نقدم معكم واحد الفطائر الميقلات صراحة يجيو ارائعين مقادر جد بسيطين يعني مقادر عدنا مطوفرين في البويوت متعنا ممكن تشوفوا بالنسبة للمقادر عندي كأس ديال الدقيق سميدة سميدة ديال الحرشة بالنسبة لكأس تقريب مع كأس ديال العلبة فقط الكأس اللي تعبرو به يعني الدقيق وتعبرو به السميدة هو اللي تعبرو به كل شي يكون نفس الكأس هنا وضعت واحد معلقة صغيرة ديال الخاميرات الخبز هنا واحدة رشاشة ديال الملح فذلك غضي نزيد واحدة معلقة ديال السكر قبلكم تتصغنوا عليها يعني لما بغيتوش الحلاوة ممكن تتصغنوا عليها ماشي ضرورية هنا غضي نجيب واحدة الخلط هدوية وغضي نحاول اننا نخلط كل شي من بعد اياسو بها الطريقة صافي غيب حلقة نخلط ومباشرة غادي نجيب المليالي الماء يكون دافي ضروري انه يكون دافي وما يكونش سخن بالزافي يعني يكون دافي وصافي صافي غادي نعبر بنفس الكأس اللي تيجلت لكم غضي ندير الكأس اللي أول هده الكأس الثاني نزيد الكأس ثالثة كؤوس سميدة في كأس الدقيق سهل سراع بنان مقادرهم بساط يجب غزال تقدموا محتل الطيوف في الساعة يوجدوا نتمنى انهم يعجبوكم نحن نطحن سنطح مختلف خلط ميكسور يمكنكم خلط ميكسور ميكسور نطحن تفق نطحن الخليط تحنين الى بقى فى الشحو بايبات نضيف ماء طحن العجين طحن العجين طحن العجين طحن العجين طحن العجين طحن العجين نتمنى الطريقة تعجبكم نتمنى ان تجربوا حتى تستحيل التجريبه هذه الفطائر سمتحن الميكسر أعلى القوام لا يكون قاسح و لا يكون جاري يمكنك التعليف على الوقت ويقصح على الخليط ولم يقصح بثاف ولم يقصح بثافة نحن نحن على الخليط نضع الحجم نضعف الحجم نضع 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 الحجم نضيفه نضيفه نحس بها تحمرت من تحت نقلبه نضيفه طياب نضيفه 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 ثم نضيف حمره نقلبها مباشرة نجد حمره طريقة طويلة طريقة سهلة سريعة في الساعة كيوجد وبسيط يعني ما فيش صراحة شي مقادير بدون بايد بدون حليب يعني صراحة غزال نتمنى يجبكم وتشربوه كي تبليكم وراه بالصح كي يستحق التجربة انتم مدابا كيف كتشوفون بعد ما حيتها من المقلس وتحمرت من وجهها غادي نودلي تاني ندير معكم يعني حبة اخرى بنفس الطريقة يعني المقلات نديروها بالنسبة المقلس را ما كان طفوهاش يعني ما كان طفوهاش في المابحة البغرير كان وضعوا فيها الخالط عفون وهي سخونة يعني فقط كان حيدوذك الحبة الاولى وكنديرو الحبات الثانية يعني ما كان بردوه على الصراحة بالما صافي بنفس طريقة غادي نخلي احتد طيب الفاطيرة ديالي ونحس بيها تحمرت من التحت وغادي نقلبها على وجهها بنفس طريقة كي يتليكم انتم ما كيف كتشوفوا معايا را تقريبا صافي تحمرت حتي لبنتنا يعني ما زال خصها فاش تحيدوها وليوردوها وميما دم الفاطائر ديالين بعد ما طابوا صراحة كي يجيو اغزالين اغزالين رطبين فن المضاق ديالهم كانت منه انهم يعجبوكم وتجربوهم بالصح كي يقول لكم راهم كي يستحقوا تجربوهم عندما كيف كتشوفوا را تبرك الله ما شاء الله وحيد الكمية كتيرة من هاد المقادر اللي عطيتكم بالنسبة لي لابغيتو اكتر فما عليكم غاية ضعفو المقادير عندما كيف كتشوفو كي يجو محمرين ورطبين مهم غزالين فيمكننا رفقوهم بالعسل او بالكونفيتور او كونفيتر عفوان او يعني بفرماج زيت مهم معيش ما بغيتو تناولوهم صراحة كي يجو غزالين معيش ما اكلتوهم صافي هنا يا عندي انا شوية دير العسل قدي ندير العسل من الفوق مهم صراحة وما غي اه اللي درت لهم كي يجي زوين يا فرماج يا كوفيتير يا مهم اللي كان صراحة كي يجي زوين وانتم كيف كتشوفو الشكلية لهم النهائي بعد موضعت لهم العسل اراهم ما كي قد لكم غزالين متمنى ايجبكم الفيديو وتجربوهم متمنى ان تبرتجوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء اللي ما بشترك شي تشترك في القناة واللي كي تزور القناتي الاول مرة فكني قل لكم مرحبا بكم في القناة سمع ليكم غتش تشتركوا فيها والضغط على الجرس باش ترقوا توصلوا كل جديد كاللوحو كذلك ما تنسوني شمالي لايك على الفيديو خليولي لايك ديركم هي اللي كتشجعني وبتابعة الحل الكومانطاق خليولي الكومانطاق ديركم تزوينا إلا جربتوا الوصفة كنتمنى انكم تردوا علي في الكومانطاق كي جاتكم هنتم قادي نحل معكم الداخل كيف كتشوفو رح يجيو الرط بين غزالين صارحة شي حاجة اللي غزالة هنتم كيف كتشوفو كي قتلكم نتمنى انكم تشربو هد خطائر هادو بدون بيض بدون حاليب فقط بالماء وكي جيو غزالين صارحة رط بين ممكننا نحضروهم كوجبة فوتور او وجبة قوتي يعني بالعشية فاذا بغى نقلكم ما تنسوش اللايك كيف العادة بغى نقلكم سلام عليكم مع فيديو جديد ووصفة جديدة كيف العادة ان شاء الله باي باي عليكم شكرا